بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذب تظهر للناس على أنها أمر طيب وفي حقيقتها هي مكيدة للإسلام وأهله كما فعل أهل النفاق فإنهم أظهروا أنهم يريدون الرحمة بالضعفاء والمرضى وفي الليلة الشاتية ونحو ذلك وأنه يجب على المؤمن أن يكون دائما يبحث عنه أهل التقوى والصلاح فإنه بسبب قربه منهم فإنه تتنزل عليه الرحمات ولهذا قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يعني هذا الذي تقوم فيه الذي ليس فيه إلا من يريد بالإسلام خيراً ويريد بأهل الإسلام خيراً وهذه القضية قضية كبيرة في دين الله ولهذا إن بنى عليها فروع عظيمة وقضايا كثيرة فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على المكان الذي قتل فيه قوم صالح ناقة الله عز وجل ونزل عليهم العذاب في ذلك المكان فسبق المسلمون قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذوا من ماء تلك الديار والأبار التي نزل العذاب فيها فلما جاء الرسول صلى الله عليه وعجنوا عجينهم يعني يريدون أن يخبزوا الطعام فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء وأمر بأن يطعم أو يعلّف العجين للدواب ونهاهم عن أكله وهذا فيه يعني براءة من أهل الظلال وفيه ابتعاد عن شؤمهم فإن المعصي أحيان يكون لها شؤم حتى في الديار المعصي يكون لها شؤم حتى في الديار وأذن لهم بأن يستقوا من البيرة التي كانت ترد عليها الناقة التي أخرجها الله عز وجل دلالة عظيمة لنبوة صالح عليه السلام فحذّرهم من هذا ومثل ذلك ما في وادي محسر هذا الوادي المعروف القريب من ميناء بين ميناء ومزدلفة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أنه إذا مر على مكان نزل فيه عذاب على أهل ضلال وكفر فلا تمكث في هذا المكان بل أسرع الخطو خشية أن يقع عليك ما وقع عليهم أسرع الخطو وانتقل من هذا المكان وذلك لأن صاحب الفيل جاء لهدم الكعبة فأدركه العذاب في هذا المكان الذي هو وادي محسر فجاءت الطير الأبابيل وأهلكتهم في ذلك المكان فلهذا يسن الآن للحاج إذا مر بهذا الوادي أن يسرع أن يسرع ليتذكر أن هذا وادي كان فيه أهل العذاب قد عذّبهم الله عز وجل في هذا المكان وهذه لها دلالات كثيرة في أن العبد ينبغي أن يكون مع حزب الرحمن دائما وأن يبتعد عن حزب الشيطان مهما كان تبتعد عن حزب الشيطان حتى ولو كان من الحشرات والحيوانات ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقاتل الوزغ لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام ومعلوم أن الوزغ الذي كان ينفخ النار في ذلك الوقت ليس هو هذه الأوزاغ المنتشرة في الأرض لكن هذا يربي عند المسلم قضية تعلّق بمحبته للخير وأهله وكراهته للشر وأهله فأنت كلما تتذكر هذا الموقف الذي وقفه الوزغ الأول وأنه أعانى على إبراهيم عليه السلام فإنك لحبك لإبراهيم عليه السلام تشارك في قتل الأوزاق وقد تكون الحكمة من وجودها هو هذا لتربي عندك قاعدة إيمانية وهذه الحشرات والحيوانات تعرف تعرف الأنبياء لكن لا نفقه كلامهم وإلا أنظروا إلى النمل التي مر عليها سليمان كيف كانت تعرف سليمان وتعرف أن معه جيش وأنهم قد يحطمون النمل وهم لا يشعرون فهم يعرفون ذلك فلهذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر العظيم الذي هو باب واسع في الإسلام وهو سد الذرايع المفضية إلى الشرك وسد الذرايع المفضية إلى البدعة وسد الذرايع المفضية إلى المحرمات ولذلك حرمت مثلاً الأغاني الأغاني والموسيقى لأنها مفضية إلى العشق والغرامة الذي يجر إلى الزنا وسميت رقية الزنا وأمر المسلم والمسلم بغض البصر لأنه إذا رأى العرات فإن هذا يحرك عنده مكامن الشهوة فكل ذريعة تؤدي إلى محرم فهي محرمة ومنها أن تمارس عبادة في مكان كان يمارس فيه أهل الجاهلية عباداتهم يعني ما كان للجاهلية فأنت في غنى عنه لا تتعلق بأوثانهم ولا بأعيادهم ولا بطقوسهم ولا بطرائقهم في التعبير ولهذا لما جاء النهي عن المشابهة للمشركين هذا الحكم منه ليكون عندك كره للشرك وأهله وعندك حب للإيمان وأهله فهذا هو أصل الدين ولهذا نهينا عن التشبه بأهل الكتاب وهم أقرب من غيرهم نهينا عن التشبه بأهل الكتاب وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع طريقهم مع أنه بيّن أن هذه الأمة ستقع فيه وبيّن أنهم لو دخلوا جحر ضب لو وجد من هذه الأمة من يدخل جحر الضب مع ضيقه والتوائه طلباً للمشابهة طلباً للمشابهة وهذا الآن بحر لا ساحل له يعني ترون أن بعض المسلمين فرّط فيه أشياء من دين الله عز وجل ومما يعتز به المؤمن مما يعتز به المؤمن اللغة العربية فإنها لغة القرآن ولهذا نهينا عن رطانة الأعاجم لأن تعلم لغة القرآن والسنة هو وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة من عرف اللغة العربية فإنه أقرباً يدرك معاني القرآن والسنة ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم نشروا اللغة العربية في أسقاع الدنيا وانظروا إلى الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام كيف تعلموا اللغة العربية بسرعة وأتقنوها وفاقوا أهل العربية وألفوا مؤلفاتهم بالعربية انظروا إلى البخاري وغير منينهم في الأصل ليس عرب لكنها لأنها لغة القرآن أتقنوها وتعلموها فلا ينبغي للإنسان أن يتعجم بمعنى أن يحرص على رطانة الأعاجم ويفرط في لغة القرآن ومثل هذا الشهور العربية الشهور التي فيها أيام الأعياد الشهور التي فيها الصيام الشهور التي فيها مناسك الحج فهذه يعني هي التي قام عليها أهل الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يتركوا سنة أهل الإسلام وينتقلوا إلى سنة غيرهم ومثل ذلك الملابس أيضا فلا ينبغي أن نقلد المشركين في ملابسهم التي اختصوا بها وهذا كله يندرج يندرج تحت النهي عن التشبه بالمشركين ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولما رأى بعض الأعاجم قد رب شواربه وحلق لحيته قال من أمرك بهذا قال أمرنا ربنا يريد سيدهم فقال ولكني أمرني ربي بأن أحفي شاربي وأعفي لحيتي فالمخالفة لأهل الشرك بل وحتى لأهل الفسق الأصل في المؤمن لا يتشبه بالفساق في طرائقهم وأساليبهم ونحو ذلك وإنما يعتز بدينه وبإيمانه وكل ما فيه مضارة وتعرفون معنى الضرة هي المرأة التي تكون مع امرأة أخرى فإنها تتضرر منها فلما يكون لك مشروع آخر غير المشروع الإسلامي الصحيح فإنه يتضرر منه فيكون هذا ضرر لهذا ولهذا سمي المسجد مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى نية خالصة ولا شك فيه هذا المسجد وهو مسجد قبا فإن مسجد قبا أسس على التقوى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل في أهل قبا بنى مسجداً هناك فهو أول مسجد بني في المدينة في الإسلام فأسس على التقوى وأذنى الله على أهله فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه الطهارة التي أذنى الله عليهم بها فقالوا كان لنا جيران من اليهود وكانوا إذا ذهبوا إلى الغائط فإنهم بعد الاستجمار بالأحجار يغسلون أدبارهم بالماء وهذا في زيادة في الطهارة ففعلنا ذلك فمعنى ذلك أنهم بالغوا في الطهارة وهذا يدل على أن العرب أكثرهم بذلك الوقت يكتفي بالاستجمار بمعنى أنه يتمسح بأحجار أو نحو ذلك لكن ما كانوا يغسلون فأثنى الله عليهم للمبالغة في الطهارة فإنهم يتطهرون من النجاسة الحسية والمعنوية فهذا هو المسجد الذي أسس على التقوى أول ما أسس على التقوى والصلاح ليس فيه نية فاسدة كمسجد أهل الضرار وليس وكرا للدسائس ضد الإسلام ونحو ذلك ولهذا يسن لمن كان في المدينة أو جار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزور مسجد قبى وأن يصلي فيه ركعتين هذا المسجد الذي أسس على التقوى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكبا وماشيا يعني أحيانا يأتي راكب وتعرفون المسافة بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبى ليست بالطويلة فكان أحيان يأتيه ماشيا وأحيان يأتيه راكبا وبين بأن من صلى فيه ركعتين فإنه كأجر عمره من صلى في مسجد قبى ركعتين فإنه كأجر عمره والعمر تسمى الحج الأصغر فهذا فضل من الله عز وجل أن الإنسان يصلي ركعتين في مسجد قبى ويحصل على أجر عمره وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم تمار رجلان فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا يعني المسجد الذي بناه صلى الله عليه وسلم فبارك الله فيه وضاعف الصلاة فيه بألف صلى ولا منافى بين هذا وبين ما جاء في هذه الآية أنه مسجد قبى لأن هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى كلاهما أسس على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قبى فكلاهما أسس على التقوى فلا منافاة بين القولين وهذا لا يقت... وما عنون به المؤلف هنا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ليس خاص بالذبح بل كل أنواع العبادة يعني لو كان فيه مكان يصلى فيه لغير الله فلا تذهب تصلي فيه لا تذهب تصلي فيه لأن المرادة لا تعبد فيه مكان يعبد فيه غير الله إلا بعد أن تزيل أثار الوثنية منه بعد أن تزيل أثار الوثنية منه فلا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أزالوا صنم اللات من الطائف بني المسجد المسمى مسجد بن عباس في المكان وهذا أحيان يكون فيه فائدة وقيل مكان اللات هو مكان المحراب الآن كان مكان الصنم هناك وهذا فيه فائدة أن يتحول المكان الذي كان للمعصية إلى الطاعة فلا يفكر أهل المعصية في بعثه مرة ثانية يعني إذا حولت مكان المعصية إلى مكان للطاعة فلا يفكر أهله أن يبعثوه مرة ثانية وفسر هذا بما فعله بعض الصحابة إنهم لم يستولوا على بعض الكنائس أجالوا منها الصور والصلبان وحولوها إلى مساجد أجالوا منها الصور والصلبان وحولوها إلى مساجد حتى لا يفكر النصارى أن يتقربوا فيها مرة ثانية لكن مكان محدد تأتيه لأنه كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو نحو ذلك فإن هذا ولا تزيل مظاهر الجاهلية منه فإن هذا يكون وسيلة إلى أن يأتي أهل الجاهلية فيتظاهرون أنهم يريدون الصلاح وهم يريدون شعائرهم وما يذكرهم بشعائرهم وهذا يدل عليه هذا الحديث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثم من أوثان الجاهلية هل كان فيها وثم من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهذا الحديث فيه فقه عظيم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب من سؤال الرجل أنحر إبلا ببوانه وبوانه هذا موضع يعني قيل بوانه وقيل بوانه فقيل هذا الموضع في أسفل مكة دون يلملم وقيل هو هضبة من وراء ينبع يعني قيل إن بوانه هذه مكان قريب يلملم المقات المعروف وقيل هذا هضبة من وراء ينبع المنى الذي على الساحل البحر الأحمر كما تعرفون لكن لماذا الرجل اختار هذا المكان لماذا نذر أن ينحر في هذا المكان هل فيه في قراء مجتمعون هل هو ما يرد عليه الناس فيرون هذا الذبائح فيأكلون منها هل هو لصنم كان في الجاهلية فيأتي إليه أهل الجاهلية هل كان عيد يجتمعون فيه لأن العيد قد يكون عيد مكاني وقد يكون عيد زماني فالرسول صلى الله عليه وسلم استفسر عن هذه الأشياء هل فيه وثمين أو ثاني الجاهلية قال لا قال هل فيه عيد من أعيادهم يعني العيد هو ما يعتاد الناس العيد هو ما يعتاد الناس أن يفعلوه فقد يعتادون في زمان مثل عيد الفطر في هذا الزمان واحد شوال هذا عيد اعتاد الناس فلذلك سمي عيدا في النحر اعتاد الناس في هذا اليوم طبعا مشروع هذا الأعياد المشروعة ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعيادا غير ما شرع لهم لا يجوز لهم لا يقول هذا عيد ميلادي وهذا عيد زواجي وهذا عيد وهذا دخلت على المسلمين من باب التشبب والكفار هذا عيد زواجي هذا عيد ميلادي هذا عيد اعتلاء الحاكم على العرش هذا عيد كذا كثيرة عيد النيروس عند الفرس أعياد كثيرة الجاهلية تمسكون بأي شيء فيجتمعون في هذه الأعياد فهي عيد لهم ونحن عوضنا الله عيدان في السنة وعيد في الأسبوع فأما عيد الأسبوع فهو الجمعة وأما عياد السنة فهي عيد الفطري وعيد النحر فلا يجوز أن نقول عيد محرم وعيد صفر وعيد نحدث أعياد جديدة لا يجوز هذا البتة إطلاقا ولا نقول عيد النيروس ولا نحدث أعياد جديدة كما يسمي بعضهم يقول عيد الأم عيد الأب عيد الجد يعني لماذا نقلد الأمم غيرنا ما أغنانا عن هذا سو بر الأم بر الأب عليك بالمصطلحات الشرعية لماذا تجري خلف مصطلحاتهم كما الذي يدخل جحر الضب أنتفقين عن مصطلحاتهم أناس أظلهم الله عز وجل تجري وراء مصطلحاتهم لماذا تجري وراء مصطلحاتهم لماذا ربما يقول بعضهم نريد التجانس العالمي نريد التجانس العالمي نريد أن نسير مع ركب الحضارة ونحن مأمورون ما هو بالتجانس معهم بالمخالفة لهم فكيف تتجانس معهم ثم هم يخالفونك في أعظم قضية وهي قضية إخلاص العبادة لله عز وجل فكيف تتجانس هل يتجانس المخلص مع المشرك هم يخالفونك في أعظم قضية نبيك ولا يؤمنون به وربك لا يخلصون له العبادة فماذا بعد هذا أي تجانس تبحث عنه بعد ذلك فهي حجج من لم يفهم الوحي من لم يفهم مقاصد الدين فلهذا يتعلق ببريق عبارات وبهرجة وألفاظ ونحو ذلك ويجر الناس إليها جرة لكن من عرف دين الله عز وجل وعرف سنة الخلفاء الراشدين وعرف طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يعرف كيف كانوا ينظرون للمشرك الذي ما يعرف حق الله عز وجل حتى وجد من بعض الصحابة من نذر أن لا يمس مشرك ولا يمسه مشرك وهذا النذر بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره نذر أن لا يمس مشرك يعني لمس مجرد لمس لا يمس مشرك ولا يمسه مشرك يلمسه مشرك نذر لله عليه وهذا من قوة يعني تعلق بالله ومحبته لله ومن قوة كرهه لأعداء الله لأنه اسمه عدو لله ولا ما هو عدو اسمه عدو لله يعني شخص الآن يعادي والدك ويطعن في والدك فأنت تنفر منه ولا يراك أحد يعني مقرب له ومحب له إلى غير ذلك فهذا من شدة يعني حرصه نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشرك فقتل في إحدى الغزوات قتل في إحدى الغزوات فأراد المشركون فأراد المشركون أن يقطعوا رأسه لأنه بلغهم أن إمرأة نذرت أنها لأنه قد قتل بعض أقاربها في غزوة بدر فنذرت لو مسكت هذا الرجل أنها تشرب الخمر في عظمة رأسه يعني سوف تعطيهم في عظمة الرأس يمكن بعض الإبل لتنفذ نذرها فقالوا بعدا قتلوه نقطع رأسه فنبيع هذا الرأس نبيع هذا الرأس على فلانة لكي توفي بنذرها وتشرب الخمر في عظمة الرأس فأرسل الله جيشا من الدبر الدبر هو الزنابير جيش فالتف على الجثة حتى ما يرونه الجثة فحاولوا أن يقطعوا الرأس ما يستطيعون من كثرة الدبر ثم قالوا نمهله إلى الليل فإذا جاء الليل الدبر يرجع إلى أماكنه فنقطع هذا الرأس فلما غربت الشمس أرسل الله عز وجل مطرا وسيلا كثيرا فاحتمل الجثة فذهب بها فلا يدرون أين ذهبت فلما جاءوا إلى الصباح بحثوا عن الجثة لم يجدوها ولهذا لما بلغ بلغت هذه القصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا من حماية الله للعبد الصالح فإنه قد حمى نفسه من أن يمسه مشرك في حال حياته فحم الله جثته بعدما مات فأي تجانس عالمي يهدم به الإنسان الدين أو يوهن به عرى الإيمان فانظروا سؤال الرصاح هذا لحكمة عظيمة هل فيه وثم من أوثان الجاهلية هل كان فيه وثم من أوثان الجاهلية معنى ذلك أن ما كان يعظمه أهل الجاهلية لا تلتفت إليه ما كان يعظمه أهل الجاهلية من الأمكنة والأسماء لا تلتفت إليه ما المحرك لك أن تعظم ما عظمه أهل الجاهلية ما المحرك لك إلا على مذاهب القوميين القوميون العرب يعتزون بماضي الجاهلية يعتزون بماضي الجاهلية القديم ويفتخرون به ولهذا وجد بعض النصارى يفتخر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن به يفتخر بمحمد وهو لا يؤمن به ويقول هذا رجل عظيم ويضربون على يعني تجدون هذا في مؤلفات رجل يسمى عفلق النصراني عفلق النصراني هذا من أهل الشام وهو من الذين أسسوا القومية العربية والأحزاب البعثية وهو نصراني وكان يعتز بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن به أنه نبي ويحضر في بعض موالده الموالد البدعية يحضر فيها فقالوا له كيف أنت ما تسلم وتعتز بمحمد قال أنا سيتم أنه عربي يعني هو يعتز به لأنه عربي فهو يعتبره عربي عظيم ينبغي أن نعتز به لأنه عربي انظروا ما يعتز به وإنما يعتز به لأنه عربي ويقول هذا رجل عبقري فهو محسوب من تراث العرب وحضارة العرب لاحظتم كيف مع أن المسلم يعتز بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول النبي ولأنه خاتم الأنبياء ولأن الله انقذك من الضلالة بسببه وكل أنبياء لا تعتز به أما لجنس أو عنصر أو بلد أو نحو ذلك فهذه كلها من دعاوى الجاهلية من دعاوى الجاهلية كل دعوى ليست لنصرة الحق فيها من دعاوى الجاهلية ولهذا حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهر وقال من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكن لأنه تعزى بعزاء الجاهلية ولم يتعزى بالإسلام فإن المسلم يجب أن يعتز بالإسلام فهذا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم وقلت لكم إن الأعياد تسمى أعياد زمانية ومكانية العيد الزماني مثل عيد رمضان فإنه عيد زماني في واحد شوال العيد المكاني ما اتخذه الناس مكان يعتادونه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد وقال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا بمعنى أنك لا تجعل وقت محدد دائما تأتي إلى قبري فيه وإنما صلوا علي فصلاتكم تبلغني أينما كنتم لله ملائك يبلغونه عنك السلام لكن أن تجعل وقت محدد دائما تذهب إلى القبر فيه فهذا غير مشروع لا تجعل القبر عيدا ولا مكان آخر لا تتخذوا عيدا فلا زمان ولا مكان إلا ما شريع لك فلما تبين من هذه الأسئلة أن الرجل ما قصد ذلك البتة وأن هذا النذر ليس فيه شبه للتعبد قال أوفي بنذرك أوفي بنذرك والنذر عبادة من العبادات نحن قلنا في درس سابق أن العبادة نعرفها بثلاثة أشياء كيف نعرف أن هذا العمل عبادة قلنا نعرفه بثلاثة أشياء آي محمد أن تكون المسلة مما أمر الله به أمر إجاب صلي صم زك أمر إجاب أم أنه هو أمر إجاب فكل ما أمرنا به وصار واجبا علينا فهو عبادة فهذا لا يصرف لغير الله البتة أو يكون أمرنا أمر ندب واستحباب مثل سنة الضحى ونحو ذلك فهي عبادة أو الثالثة الشاهد هذا عندنا الشاهد الآن أن يثني الله على هذا العمل فإذا أثنى الله على عمل أو قول فهو عبادة ولهذا أوفى الله على من يوفي بنذره يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فما دام أن الله أثنى عليه فهو عبادة وإذا كان عبادة فلا تتقرب بالنذر إلا لله لا تقول إن شف الله مريضي أذبح ذبيح مثلا لفلان أو لإن شف الله مريضي أذبح عند القبر الفلاني أو نحو ذلك فإن هذا النذر لا يكون إلا لله وإنما تقول أفعل ذلك لله ولهذا قال الرسول عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه يعني نذرت طاعة عبادة فتطع الله عز وجل وإن نذرت معصية لو أن إنسان قال إذا تخرجت من الجامعة أشرب الخمر والعياذ بالله ويقول عبد نذرتنا بوفي النذر وبعدين أتوب نقول لا يجوز لا يجوز أن تفعل ذلك لا يجوز أن تفعل معصية طيب فإن قال من المباحات مثل الرجل يقول نذرت أن أبقى قائماً في الشمس ليوم كامل نقول أوفي بنذرك ولا ما نقول ليش ليش لأنه ما فيه مصلحة أصلاً يعني العبادة أنت لما تنذر تنذر شيء تتقرب به أي قرب أن تقف الشمس يوم كامل ما فيها قربة أصلاً ليس فيها قربة ولهذا يعني توفي النذر الذي في طاعة الله فما كان في طاعة الله عز وجل فتوفيه وما كان في معصية الله فتمتنع عنه ولا توفيه لكن لو أن إنسان وقع منه غلط فنذر معصية فماذا يصنع طبعاً لا يوفي النذر قطعاً لكن هل هذه يمين يكفر عنها أم لا يكفر عنها تمام يعني بعضهم قال يتحول هذا النذر إلى يمين وتجب عليه كفاراً وبعضهم قال لا شيء عليه بعضهم قال لا شيء عليه لكن الذين قالوا وهما روايتان عن الماء محمد والذين قالوا أن عليه كفاراً احتج بحديث ورد بهذا المعنى وهو حديث عاشر رضي الله عنها مرفوعاً لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق طبعاً هذا الحديث عندنا حديث ثابت ما ذكر به كفاراً لكن هذا وفى بنذرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني واحد نذر أن يذبح جمل جاره يقول نذرت أن أذبح جمل جاره وأنت تملك جمل جارك فهذا لا يوفي به إلا أن يشتري الجمل فيصير ملك له هذا شيء آخر ثم استنبض المؤلف عليه رحمة الله مسائل في هذا الباب وهي مما مر معكم فذكر المسألة الأولى تفسير قوله تعالى لا تقوم فيه أبداً لا تقوم فيه أبداً يعني لا تصلي في هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار لا تصلي فيه أبداً المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة فتكون الأرض التي كان فيها طاعة عظيمة محببة إلى النفوس والأرض التي فيها معصية مكروهة إلى النفوس من أين أخذ هذا يعني المكان الذي قد تؤثر يعني ليس دائماً لكن قد تؤثر يكون فيه طاعة ولهذا من قول الرسول عليه السلام لما أذن لهم أن يأخذوا الماء من بير الناقة وترك الماء من الأبارة الأخرى فهذه بير الناقة فيها الطاعة فأثرت فيها وتلك فيها المعصية فأثرت فيها واضح؟ رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة لأن فيه بعض النصوص فيه احتمال وبعض النصوص واضح لا احتمال فيه ولهذا الواجب على المسلم أن ما عنده فيه احتمال أن يرده إلى الأمر الواضح وهذا مر معنا في درس التفسير ما يتعلق بالمحكم والمتشابه المحكم والمتشابه وأن المحكم هو الواضح الذي لا يحتمل إلا قول واحد والمتشابه ما فيه احتمالات كثيرة فالواجب عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم الواضح وفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل يعني أن الذي يترك الواضح البين ويذهب إلى المتشابهات فهذا يدل على زيغ في قلبه ولهذا لا يحل للإنسان أن يركز على المتشابهات ويثير بين الناس وإنما يردها إلى المحكمات وتجدون أهل الباطل يلبسون على الناس بالمتشابهات يلبسون على الناس بالمتشابهات ويبتعدون عن المحكم يلبسون على الناس بالمتشابهات ويبتعدون عن المحكم ممكن نضرب مثال على ذلك بالخوارج فإن الخوارج الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه هو اتباع المتشابه اتباع المتشابه فإن المتشابه هو أنهم يجدون آيات مثلا فريق في الجنة وفريق في السعير فقالوا الناس ينقسمون إلى قسمين أم مؤمن وإما كافر أم مؤمن وإما كافر وبناء على ذلك فقالوا نحن نتبع آية من القرآن لكن هذه الآية مفسرة موضحة ولهذا أنكروا حديث الشفاعة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرج من كان في قلبي أدنى أدنى مثقال درة من إيمان فدل على أن عصاة الموحدين يدخلون في النار ثم يخرجون منها ومنهم من لا يدخلها ألبتة يغفر له فهم تركوا هذه الأحاديث التي تبين وتفصل ما جاء من أدلة وتمسكوا بالمتشابر مع أن هذه آية ما فيها التشابه في الفهم والاستدلال ولهذا لما حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النزاع الذي حصل بينه وبين بعض الصحابة حكم رجلين من أهل الفقه في دين الله عز وجل وقالوا حكموا فينا بما أراكم الله قالوا له أحكمت الرجال في دين الله ثم قروا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآية الصحيح والاستدلال متشابه الآية الصحيح أن الذي لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر كما ذكر الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وذكرنا في التفسير أن هذا الكفر قد يشمل الأكبر وقد يشمل الأصغر لكنهم هم يقولون كيف تحكم الرجال في دين الله قالوا ومن يحكم بكتاب الله إذا لم يحكم به الرجال القضاء الرجال ولا مهم الرجال وهذه من الوضوح بمكان لكن أتباع المتشابة أمرهم عجيب وإلا من الذي ينزل الحكم لو قال احكموا بأهوائكم من غير رجوع للكتاب والسنة لكان مع الخوارج حق ولهذا كان علي رضي الله عنه لما يعارضونه إذا قام قالوا لا حكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل لا حكم إلا لله صحيح فإن الحكم لا يستمد إلا من الله ما تأخذ الحكم لا من الطواغيت ولا من القوانين الوضعية ولا من الجهلة ولا من سوليف القبائل ولا سوليف الأباء والأجداد وإنما تأخذ الحكم من الكتاب والسنة هذه القضية صحية لكن أريد بها والذي أرادوه أنهم كفروا الصحابة بهذا التحكيم وقالوا كل من رضي بهذا التحكيم فهو كافر أرأيتم كيف يفعل اتباع المتشابه بأصحابه ولهذا قال المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال وتذكرون مر معنا فيما يتعلق بالذين يتمسحون بقبور الأولياء ويبكون عندهم ويدعون عندهم ويقولون نحن ما نعبدهم أجلوا ماذا تصنعون أنتم قالوا بس نتوسط بهم هم وسيلة نتوسط بهم إلى الله عز وجل وإلا نحن لا نعتقد أنهم خلقوا الخلق ولا رزقوا البشر وإنما يقربون إلى الله زلفة بس ومشكل عندهم هذا الأمر ونحن نقول لا إله إلا الله ولهذا كان من أجوبة المؤلف عليهم كان يقول لهم طيب بينولي شرك المشركين المشركين ماذا كانوا يريدون هل هل أهل الشرك قالوا إن اللات والعزة خلقت لها نصيب من الخلق ما قالوا هذا البتة وكانوا يعترفون أن الله هو الذي يخلق هل قالوا إنها ترجق أو أنها تعافي المريض أبدا ما قالوا ذلك وإنما قالوا تتوسط عند الله وهذا الذي يريده أهل عباد الأولياء ومقدس الأولياء من أوليائهم غير أنهم يختلفون عند المشركين يختلفون عند المشركين لأن المشركين عرب غصحا يسمون هذا عبادة ولهذا يسمون عبادة وهؤلاء يقولون لا هذه ما عبادة وهذا المنازع في الألفاظ لا يغير الحقائق ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يستحل الخمر والحر والحرير والمعازف وتسمى بغير اسمها فتسمية الشيء بغير اسم ما يغير لأن الهدف هو المعاني يعني لو سميت الشرك توحيد هذا لا يغير شيء وهذا فعله بعض فرق الضلال المعتزن مثلا سموا إنكار الصفات توحيد ينكرون صفات الله يقول هذا توحيد نحن نوحده ونعظمه فلا نثبت له الصفات فهل هذا التغيير غير من الواقع شيء ما غير من الواقع شيء المسألة الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك يعني إذا سئلت عن سؤال فلا تتسرع في الجواب وإنما عليك أن تستفصل ماذا يريد حتى تتضح لك الصورة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور فعليك أن تستفصل وتتأكد حتى لا تجيب جواب غلط فإن بعض الناس يستعجل ويجيب جواب غلط باطل بناء على العجلة ولو استفسر واستفصل لتضح له الأمر الخامسة أن تخصيص البقع بالنذر لا باش به إذا خلى من الموانع يعني إذا خصيت بقع في مكان محدد لك من المعلوم أن أي عاقل لا يخص مكان إلا لسبب يعني أي عاقل مثلا ما يقول واحد نذرت أن أنحر في وادي نعمان إلا لسبب ليه وادي نعمان فإن من يكون تقديس أو عبادة أو أن فيه فقراء أو نحو ذلك لكن بقع يختارها هكذا فإن هذا لأن العاقل لا يفعل فعلا إلا وله منه مقصد ومغزر نكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك الشدوى لا إله إلا أنت أستغفرك شكرا